ضحايا تشرين لهم قصة مختلفة عن باقي القصص قصة لها بداية لكنها من دون نهاية فهذه أسرهم تقف اليوم للمطالبة بالكشف عن قتلة أبنائها الذين لم يرتكبوا أي جرم سوى أنهم خرجوا بتظاهرة سلمية ينشدون وطنا خاليا من الفساد وهيمنة الميليشيات أني والدة الشهيد علي الأسدي طالب بالقصاص العادل بقتلة ولدنا ليش كتلون ابني على جسر الزيتون شمسة وكش ما مسوي راح ينقذ له جريح وطقا وبلقى الناس نطالب أي شريف إن كان هناك شريف بالقصاص العادل لقتلت أولادهم وبيا سبب ماتهم وشنه السبب ماتهم وشنه جريمته نكاية الجراح سياسة اعتمدتها الأحزاب والميليشيات والمسؤولون في الحكومة تسويفا ومماطلة في الكشف عن نتائج التحقيقات لقتلة المتظاهرين السلميين عوال الشهداء بدوا يفقدوا بصيص الأمل اللي كان متوقع لإنصافهم وجودنا اليوم لإثبات حق الشهادة وهذه الدماء المقدسة وبالتالي هناك عدالة سماوية لم تنصفنا العدالة الموجودة في هذا البلد نطالب الحكومة بالقصاص العادل من القتلة وهذا صار لنا اكثر من ستين لحد الآن جاي نداعي بهذا الموضوع مع القتلة والمجرميين ولحد الآن لم نلمس أي قاتل أو تحقيق جاد بهذا الموضوع مع محاسبة القتلة مطالبة لم تلقى آذانا صاغية على مدى سنتين في ظل صمت حكومي لما جرى ويجري من قتل المتظاهرين والناشطين والسبب بحسب المراقبين أن المتهمة هو الحاكم نفسه من ميليشيات بولاءات داخلية وخارجية تسيطر على البلاد وتعتمد القتل منهجا وسط مغازلة وشرعنة المجتمع الدولي لهذه الميليشيا ولقاء مبعوثيه في العراق بزعماء الميليشيات الموضوعة على لائحة الأرهاب والمتهمة بقتل واختطاف المدنيين لتبقى مأساة أسر ضحايا تشرين وصمة عار على حكومات العراق بعد عام 2003 وشاهدا حيا على تغول الميليشيات وتحكمها في البلاد